لماذا سيقبل الأوكرانيون دكتور عبداللطيف بما تقوله بعد نجاحتهم المتتالية وآخرها في خيرسون عندما دخلوا خيرسون واستعادوا كثير من المناطق فيها لماذا سيقبلون بهذه التنزلات عن أراضيهم؟ سؤال مهم جداً الروس لن يخسروا خيرسون كما نظم البعض إذا كان لدينا خريطة سنجد أن روسيا أعطت الجانب الشرق فقط من خيرسون ولعل في بداية البرنامج قلت لعلها تريد أن تقدم هدية أو مبدأ الأمن والتمؤمنة المجتمع الدولي أن روسيا قابلة على التطور مرة أخرى أو ستكون هي بداية المصاوضات لعل نجد أن مناطق حيوية تلكها في الشرق الأوكراني روسيا استطاعت أن تحكم فيها مثل خيرسون والكرم وميتيبول وميريبول ودوندسك ودونباس ولوفانيس مناطق جديدة جداً في الشرق الأوكراني ولعل هذه المناطق لا تستطيع أن تقوم بحرب شوالع أو مدن طب الجانب الروسي وفقاً للعامل السيغرافي المتمثل في العقيرة وفي اللغة لذلك روسيا تضمن إقليم متحد مع روسيا وضعاً لمبادئ الأوراسية الدولانية وهو من أحدى الاتعاد السوبيطي القاضي أو المدنسة السوبيطية ولعله يكون منطقة عازلة بينها وبينك المحار حلف الشمال الأخلاص ولعل أيضاً هذا الإقليم من أهم للأقليم لأوكرانيا إقليم شرق أوكرانيا هو الإقليم المليء بالقروات رأي السقروات الصنعية أو الضراعية أو المناطق الحيوية على البحر الأسود لذلك تسرت أوكرانيا كثير جداً وهي لأنها دفعت كل شيء بمقابل ما شيء اشتركوا في القناة